أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليلعهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أكد أن استمرار خلق فرص العمل الواعدة هو الارتقاء الحقيقي بالمستوى المعيشي للمواطن مما يعززه اعتماد عناصر الابتكار والإبداع لإثراء السياسات والمبادرات الهادفة لتحقيق ذلك وقال اسمه حفظه الله إن إعادة هيكلة الإيرادات والصرف الحكومي واقع فرضته الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة إلا أن الاستراتيجيات الموضوعة تسعى بفعالية لتهيئة البيئة الخصبة لتمكين مبادرات التطوير وتحفيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في كفة مجالات التنمية مما يتواصل العمل على تدعيمه عبر الأطر التشريعية والإجرائية المساندة لتحقيق مردود يلمس أثره المواطن في تلبية المتطلبات التنموية واستدامة جودة الخدمات على كفة المستويات وأشار اسمه حفظه الله إلى أن نجاح مساعي تنويع قطاعات الاقتصاد وتواصل تعزيز موقع القطاع الخاص قد رسخ الأساس القوي لانطلاقة جديدة في الاقتصاد البحريني وتتشين نهضة اقتصادية وتنموية لتحقيق المزيد من المكتسبات والمخرجات المستدامة لمملكة البحرين جاء ذلك لدى حضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفل جائزة البحرين لريادة الأعمال في دورتها الثانية والمقاوم في فوندوغ فور سيزنز البحرين حيث تسلم سبعة من رواد الأعمال البحرينيين جوائزهم تقديرا لجهودهم في ترسيخ ريادة الأعمال المبتكرة في البحرين والمساهمة في نمو الاقتصاد البحريني وأرب سمو عن تهنيه للفائزين وأشاد بمساهمة الجائزة في دفع عجلة الإبداع والابتكار والتشجيع على تقدم ريادة الأعمال في البحرين ودعم تنوع الأفق في القطاع الخاص وقال سموه إن البحرين ستظل تفخر بعضاء وإخلاص أبنائها الذين استطاعوا أن يقدموا نماذج إيجابية متعددة في تطوير الظروف وصنع فرص جديدة ووعيدة وأضاف سموه أن تكريس مثل هذه النماذج يستدعي الدعم المدروس لقدرات الشباب وتنمية حس المبادرة وإتاحة الفرص أمامهم لقيادة مشروعات تلموية حيوية وفعالة في مختلف القطاعات مما تجسد في عدد من السياسات المساندة لهذا التوجه عبر المؤسسات المعنية مثل صندوق العمل، تمكين والشركاء الأساسيين بدوره أعرب سعادة الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة تمكين عن امتنانه العميق لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة على رعاية الكريمة للجائزة ودعمه المتواصل لرواد الأعمال والمبتكرين البحرينيين وقال إن هذه الجائزة تأتي لتسلط الضوء على نجاح المملكة في رعاية وتشجيع ريادة الأعمال من خلال مختلف البرامج والمبادرات التي صممت خصيصا لهذا القطاع الهم وتهدف إلى تكريم المؤسسات البحرينية التي تتميز بإنجازاتها في ريادة الأعمال وجدد سعادة الشيخ محمد بن عيسى الخليفة تأكيد على التزام تمكين بدعم رواد الأعمال ومساعدتهم على تنمية مشاريعهم بما يسهم في إثراء روافد الاقتصاد البحريني مشيرا أن جائزة البحرين لريادة الأعمال تنسجم مع استراتيجية تمكين وشراكة الجائزة وهدفهم في دعم القطاع الخاص البحريني لإحراز التقدم والتأثير إيجابا على الاقتصاد الوطني العام وترسيخ مكانة البحرين كبيئة مناسبة للأعمال خاصة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدها تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بتكريم الفائزين بجائزة البحرين لريادة الأعمال في مختلف الفئات على النحو التالي علياء المؤيد لاستشارات التغذية لفئة المؤسسات المتناهية الصغر خليفة المناعي شركة المناعي لتسهيلات التكنولوجية لفئة المؤسسات الناشئة الدكتورة لمياء محمود مركز الدكتورة لمياء التخصصي لعلاج الأسنان بالليزر لفئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محمد رفيع ميدال للكابلات المحدودة لفئة المؤسسات الوطنية ذات الطابع الدولي هل المؤيد مجموعة المؤيد للمقاولات لفئة المؤسسات ذات الأعمال المستدامة الحاج أحمد منصور العالي لفئة إنجازات العمر الدكتورة سار الريفي مركز لندن لجراحة الثادي لفئة رائدات الأعمال المتميزة مساندة اليد التي تنتج وتقدير الألباب التي تبتكر مشاريع تنموية رائدة تحمل معها عددا من الخدمات ومنتجات جديدة ترافقها صناعات تلامس مجالات العمل الاقتصادي التي لا حسر لها أمر يبشر بفيض من الإبداعات التي لا تقيدها حدود ولا تقف في وجهها المعضلات جائزة البحرين للريادة الأعمال بنسختها الثانية عنوان أمثل لتشجيع رواد الأعمال وتنمية مشاريعهم الريادية التي لم يصعب عليهم تبنيها نتيجة توفر بيئة مساندة فضلة سهلة عليها احتضان تميزهم العام حصلنا تقريبا تسعين مشارك هالسنة حصلنا تقريبا على حدود مئة وثلاثين مشارك فعدد كبير يعني نزاد وجنب يعني وإن شاء الله بعد سنة اليوم نشوفه أرفع وأرفع يعني فريادة الأعمال موجودة في البحرين فإحنا بس نحبين أن نسلط الضوء عليها ونخلي الناس يعني يتشجعون على ريادة الأعمال نفسها من أجل خلق اقتصاد متميز واقتصاد مدعوم من القطاع الخاص وقائم أساسا على القطاع الخاص يجب أن يكون هناك تنوع في مصادر الاقتصاد التنوع من حيث حجم المؤسسات وأيضا من المنتجات التي تنتجها هذه المؤسسات فاليوم شهدنا مؤسسات صغيرة جدا مؤسسات متوسطة مؤسسات تميزة في القيمة التصديرية كان لجملة المتميزين الذين داعبهم التكريم المستحق كلمات تعكس زيادة مقدار حجم المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتقهم من جهة وإقبالهم نحو تطوير أعمالهم لتكون قادرة على إيجاد بيئة تجارية مستدامة يكون من خلالها الاقتصاد الوطني هو المستفيد الأول من جهة أخرى أي مشروع ناجح يكون فيه إخلاص في العمل وإتقان ومحاولة لتقديم الأفضل في مجال التخصص صراحة البحرينيين والبحرينيات دائما فيهم روح الإبداع دائما وأشوف أن هذه الجائزات تشجح البحريني والرائد العمل البحريني على تطوير نفسه هذه الجائزة التانية أن تساعدنا في أن ننمو الشركة نأخذها من البحرين ونكبرها ونبيض ويح البحرين في الخريطة إن شاء الله ستزيد من مسؤوليتنا اتجاه مجتمعنا في مملكة البحرين لأننا نؤمن بأن رائد الأعمال يعتبر من الناس المهمين والعناصر المهمة في أي مجتمع جائزة البحريني لريادة الأعمال البيت الأمثل الذي استقبل ما جادت به همم الأفراد من مشاريع أعمال ريادية ليتكفل بتحويل أفكارهم التنموية إلى عمل بناء أساسه متين يستطيع عن طريقه الاقتصاد البحريني ملامسة التطور والنهوض على الدوام جائزة تمد يدها لمن قطلت الريادة في عقولهم ولمن يعشقون التغيير ويمضون بثبات نحو إرساء قواعد أعمالهم الاقتصادية الناجحة التي بات من المؤكد أهمية دورها في زيادة تسارع عجلة النشاط الاقتصادي لتلفزيون البحرين محمد رشيدات